تفتيش منزل يسفر عن حجز 240 لترا من الزيوت المغشوشة وفي التفاصيل تمكنت مصالح الدرك الملكي بتسلطانت دواحيا مراكش من ضبط وحجز كمية مهمة من الزيوت المغشوشة داخل منزل بتراب الجمعة في عملية نفذت عشية يوم الخميس الثاني والعشرين فبراير وبحسب ما أولدته مصادر المحلية فإن عناصر الدرك الملكي دهمت المنزل المذكور وهو في ملكية فاعلة جمعية معروفة بحي أشريفية بعد التوصل بمعطيات تفيد بترويج الزيوت المغشوشة وبيعها للعموم وأوضحت المصادر أن المصالح الدركية ضبطت المعنية بالأمر وهي بصدد تعبئة الزيوت موضوع الحجز التي نهزت كميتها 240 لترا في قنينات من سعة لتر واحد من أجل بيعها بالتقصيط بـ 48 درهم للتر الواحد هذا وتم حجز الكمية المذكورة من الزيوت واقتياد الفاعلة الجمعية وأحد مساعدها لمركز الدرك الملكي للاستماع إليها في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقها طبقا لتعليمات النيابة العامة بشأن الواقعة ترجمة نانسي قنقر